وجه زعيم الطيار الصدري السيد مغتدى الصدر ما وصفه بالنداء الأخير في نهاية الفرصة الأخيرة إلى كافة العراقيين داعياً إياهم إلى التوجه من كل محافظات العراق إلى ساحة التحرير في بغداد للمشاركة في تظاهرة مليونية سلمية لإنقاذ البلاد من الفساد والتبعية الصدر قال في تغريدة نشرها عنه صالح محمد العراقي المعروف بوزير القائد إن هذا نداء الأخير وقد أبرأت ذمتي أمام ربي وأبي وشعبي بعد أن انقسم الاحتجاج إلى فستاطين صال لزاماً علي أن أتحرأ أي الفستاطين أكثر عدداً وأوسع تعاطفاً عند الشعب العراقي بغض النظر عن انتماءاته مبيناً أن العراقين على أعتاب ديكتاتور جديد لعله بثوب الدين والعقيدة وهما منه براء حسب قول الصدر